كنا قبل فترة في محطة الاشويخ اليوم حنا موجدي معك في محطة الزور الجنوبية وهي الأكبر في الشرق الأوسط هذه المحطة التابعة لوزارة الكهرباء والماء معنا المهندس وعبدالعزي الخميس مدير هذه المحطة مهندس صباح كلاب الخير ويعطيك العافية وعساك على القول الله يقويك صباح كلاب الخير والنور مهندس حنا موجدي في قرفة الكنترول ومعنا كذلك إنه مستر ميغا يتمشى ورانا لكن ودنا نعرف طبيعة العمل عملكم في هذه المحطة وهي مثل ما قلنا نحن المحطة الكبيرة في الشرق الأوسط طبيعة العمل طبعا الموظفين بالنسبة لحين بالصيف طبيعة عملنا هي التحكم والمراقبة أما بالشتاء فهنا تبدأ الأعمال وصيانات للمحطة مهندس الأسباب إنه يقولك والله دائما المحطات تكون جريبة من البحر يعني محطة الكهرباء تكون جريبة من البحر لا فيها أسباب موجودة نعم الأسباب هي طبعا سببين رئيسيين أن نستخدم ماء البحر لتبريد على المعدات والسبب الثاني أن نأخذ ماء البحر للتقطير والتحلية لو نتكلم عن المحطات أنواع المحطات وأنواع الوحدات الموجودة المستخدمة في إنتاج الكهرباء والماء نحن هنا في محطة الزور طبعا عندنا نتكلم عن محطات ووحدات عندنا الوحدات التوربينات القازية والوحدات البخارية محطة الزور هي مجمع من المحطات عندنا المحطة البخارية وعندنا ثلاث محطات قازية وعندنا محطة لإنتاج المياهية التناضح العكسي نتكلم عن قرفة الكنترو فيها عشر وحدات نعم المحطة هذه هي محطة توربينات قازية ثمان وحدات قازية مع وحدتين بخارية تكلم عن كذلك الطاقة الإنتاجية للمحطة وقسامها محطة الزور الجنوبية إنتاجها تقريباً 5800 ميجاواط الماء 140 مليون جالون إمبراطوري أقسام المحطة هي مراقبات يعني مراقبات التشغيل اللي هنا طبعاً الكنترول اللي موجود فيه الموظفين هذولا كلهم موظفين تشغيل لإضافة إلى مراقبة الميكانيكا ومراغبة الأجهزة ومراغبة الكهرباء ورئاسة القسم الأمن والسلامة والتخطيط ومراغبة المختبر ومراغبة الخدمات والتدريب لو نتكلم مهندس عن هل من متابع مثلاً في توزيع وتقسيم الأحمال الكهربائية كمية المياه كمية الكهرباء في المحطة طبعاً المحطة فيها كنترول سنتر وهو يكون فيه اتصال خط مباشر بينه وبين مركز التحكم طبعاً لدينا مركز تحكم اثنين مركز تحكم هو الانسي سي هو المسؤول عن توزيع الطاقة على الشبكة ومركز الانسي سي هو المسؤول عن توزيع الماء في الشبكة الكل ممكن ما يعرف انما هي انواع الوقود المستخدمة يعني عندكم في هذه المحطة شنو السبب استخدم هذا الوقود محطة الزور تستخدم تقريباً جميع انواع الوقود هو الوقود الـ HFO والكرود اويل والنيتشر غاز والغاز اويل الاسباب ان كل عندنا الوحدات البخارية وعندنا الوحدات الغازية الوحدات الغازية تشتغل فقط على النيتشر غاز والغاز اويل الوحدات البخارية تشتغل بالاربع نواع الوقود مهندس احنا بما احنا في موجودين معاكم في محطة الزور الجنوية هذه المحطة المميزة لكن احنا يعني اودنا كنصيحة للمواطن والمقيم احنا توصلنا الكهرباء و احنا قاعدين في البيت مرتاحين كذلك الماء يوصلنا احنا مرتاحين لابدنا فيه يعني بعض الارشادات بعض الناصح اللي شاهدنا الآن فيه عبر شاشة تلفزيو دولة الكويت والله يعني احنا الحين طبعا في فترة الصيد في الارشادات انه لازم يعني هذه الطاغة الكهربائية او الماي المستخدم يعني المحافظة على هذه النعمة من الكهرباء والماي لان فيه يمكن البعض ما يدري شون العمل اللي عندك من يوم عمل 24 ساعة جهد توربينات يعني اشياء هما تكون مثلا داخل المحطة في شباب اللي اعتبر العافية يساون صيانة لي محطات تكون فيها الحرارة لدرجة عالية نعم نعم هذا صحيح يعني طبعا احنا فترة الصيف مراقبة وتحكم للمقصد ان مراقبة وتحكم ومعناها ان احنا نتواجد فقط بالكنترول روم لا احنا مراقبة وتحكم في عندنا جولات بره في المواقع وهذه طبعا فترة الصيف الحرارة جدا عالية وصيانات اللي تتم يعني فيه صيانات طارة يعني ما زلنا احنا فترة الصيف نعمل صيانة طارة باي وقت ان كان ليل او نهار اشتركوا في القناة